عايز اقول لكم الحاكم حسب بنالة الامبي دلوقتي وجات جول يعني عدل الكفة واحد واحد دلوقتي النتيجة امبي وفيوتشر وتم طرد الكابتن عبدالزار السقة للاعتراض لانه الحاكم احتسب ركلة جزاء او لمسة يد يمكن قال ما تشوفونا كابتن جهاد يقول لنا القصة دي برضو يا جماعة يعني الكابتن جهاد بتفرج معنا على المباراة فيقول لنا برضو لان المباراة دي احداثها غريبة جدا خد بالكم احنا في الدقيقة 111 دلوقتي مش في الوقت الاضافي احنا في كاس مصرقة بس ده مش الوقت الاضافة ده الوقت الاصلي وحاسب 25 دقيقة وقت ضايع يعني لسه 4 دقايق على الوقت الاصلي وبعد كده ممكن يلعبوا كمان نص ساعة خد بالك يعني عيبة في وقت اضافي هنشوف الامور هتمشي ازاي النهاردة محكمة القضاء الاداري كانت بتنظر الدعوة القضائية اللي كان رفحها النادي الاهلي بيأكد فيها من وجه نظره عدم شرعية تشكيل لاجة الانضباط النادي الاهلي قرر التنازل عن هذه الخصومة واعلن ده بشكل رسمي في بيان وفي تصريحات رسمية عن النادي والمستشار القانوني للنادي راحوا نهاردة المحكمة وقدموا هذا التنازل والمفترض انه لجنة التظلمات قامت بتعليق عقوبة كهرباء والنادي الاهلي لحين ورئيس الزمالك كان فيه 3 عقوبات عشان بس نتذكر كهرباء اقاف 12 مباراة مليون جنيه غرامة النادي الاهلي غرامة 200 ألف جنيه بسبب هتفات جماهيرية رئيس الزمالك غرامة 300 ألف جنيه ومنع من الظهور في الماتشات او دخول المباراة شعف شهرين ولا ثلاثة لما جات لجنة التظلمات التبحث كان الاهلي راح القضاء الإداري بعد ما قدم تظلماته ورفع دعوة قضائية قامت بتعليق العقوبات دي لجنة التظلمات وقالت ان هي ستنتظر حكم القضاء الإداري الذي لو حكم بصحة طلب الاهلي بعدم شرعية تشكيل لجنة الانضباط ستكون هي والعدم سواء وبالتالي قراراتها أصبحت هي والعدم سواء أما إذا حكم بأن لجنة الانضباط دي تشكيلها سليم ستقوم فورا بمراجعة الأمور والإعلان عن تثبيت العقوبة تقليل العقوبة كل الكلام ده طب الاهلي راح النهاردة 28 مايو وتقدم بالتنازل عن هذه الخصومة المحكمة عملت ايه أجلت القضية للحكم فيها يوم 25 يونيو يعني بعد شهر من دلوقتي تبدأت ارتب عليه ايه ان لجنة التظلمات قاعدة هتقعد زينا كده لن تقترب من بحث هذا الموضوع لحد ما القضاء الإداري يقول كلمته الأخيرة والنهائية يعني للمساشر عادل الشرباجة هيكتمع لبحث الموضوع ده ولا لجنة ولا اي حد لغاية يوم 25 يونيو اذا يبقى الحال كما هو عليه ويشارك كهرباء عادي جدا في الماتشات لغاية 25 يونيو دون شيء خد بالك لقالي حتى عنده ماتش بالصدفة يوم 25 يونيو لقالي والسويس اعتقد ولا لقالي ومين في كاس مصر يبقى يوم 25 يونيو وعنده ماتش تاني يوم 22 في الدوري حرص الحدود اعتقد يعني فكهرباء يشارك عادي جدا انقراد طبعا كولر مفيش مشكلة ف25 يونيو ما تسأل المساشر عادل الشرباجة تقوله طب انت مستني ايه مالقالي قدم التنازل عن الخصوم ما خلاص يعني فقال لك لا ما هو ممكن القاضي يحكم يعني لا يأخذ بهذا التنازل ويبقى ليه رأي اخر ويحكم حكم على اللاجئة الانضباط وبالتالي لن يستطيع منقشة هذا الامر الا بعد الحكم النهائي اللي هو يوم 25 يونيو فانا بقول لكل الناس اهلوية وزبالكوية وكل الجمهور كهرباء مستمر لغاية 25 يونيو بعد كده يبدأ بقى المساشر عادل الشرباجة يجتمع افرض ان المحكمة اخذت بتنازل النادي الاهلي فالقضية خلاص سقطت وبالتالي يبتدى الراجل يحكم هيجي بيام 25 يونيو 26 يونيو يشوف طلبات الاهلي ايه انت الاهلي طالب بعض الطلبات طالب استجواب اللعيد بتاعه طالب بيجيبه حد خبير اه اصوات يقول ده صوته ولا لأ الاهلي قال الفيديو ده مش صحيح ونعيش بقى في الموضوع ده يكون بقى ست سبعة متشات على نهاية الدوري يحكم فيهم باقاف كهرباء مثلا تنزل من 12 لستة ولا تمانية ويخلص الليلة دي وخلاص على كده ده المقطط القانوني اللي رسمه النادي الاهلي ونجح فيه بامتياز عجبك مش عجبك طردى بيه ام لا طردى بيه شايف الاهلي عمل دي صح عمل دي غلط لكن في الاخر الاهلي استخدم الخطوات القانونية السليمة عشان يحق حاجة في دماغه ولا ايه بتاعه يلعب ويكمل معاه وده اللي عمله الاهلي ونجح فيه وكهرباء كمل والتظلمات لن تنظر الموضوع الا بعد يوم 25 يوني يكون الاهلي افريقيا اتحسمت ويكون الدورة اتحسم ويكون الكاس خلاص كل حاجة يعني اهني الدراق القانونية في النادي الاهلي بصراح بالخطوات دي